نحن كمنظمين كمنا يعني عددنا هذا جهزنا للإفنت نشرنا إحنا بدنا إياكم تشاركونا بموضوع أنه العنف الأسري موضوع العنف ضد المرأة وما إلى ذلك هذه القضية هل هي قضية أردنية أم هي قضية أصلاً عالمية؟ عندما نتحدث عن موضوع العنف الموضوع سواء عنف ضد الأطفال أو عنف ضد المرأة وهو بشكل عام بالعادة يعني كنسب نحن نتحدث عن عنف ضد المرأة أكثر من عنف ضد باقي الأجناص لكن وطفل طبعاً هاي هي قضية مجتمعية قضية مجتمعية عالمية فإذا حدا فات وقال إنه هو فات شارك هل إنه إحنا منقول له يلا إطلع منهم ما تشاركش؟ هي بالآخر هو عبارة عن وقفة احتلاجية أنتم فتحتوا المجال المشاركة لكل من يرغب بالمشاركة ما منقدرش حتى نحط يعني إنه روز لأ أنت ممنوع تشارك بكذا كذا كذا إحنا الوقفة هي هدفها توصل هدف معين إذا إجا واحد يساعد بهذا الهدف أو ما ساعد بهذا الهدف هذا لا يعني إنه هو بدعمني أنا كشخص ولا ما بدعمني هذا الشخص ولا هذا لا يعني إنه هو ممول أو مش ممول هذا واحد شارك بإفنت عم بيصير بالمجتمع فقط ما مر نشي اعتصام في المملكة روديوهاشمية وقفوا على الباب قالوا أنت أدخل أنت أدخل وين شعارك وين شعارك وين شعارك مره واحد مره واحد مصري طلع محراك المفرق صفروه ليس شاي متسطره يا سيدي أسمح لي سمح لي اسمح لي اسمح لي ما دخل التسفير يعني أنا ليس هذا حراك يعني مطلب إجتماع وهو يعني المطلب الإجتماع في هذا عادي والمطلب هاتك شوفك محمد حاسب المسؤول سمح لي سيدي لنهم المسؤولين هناك نحن في دولة اسمها المملكة الورديوهاشمية الله يحفظها يرفض جميع دول الصديقة والشقيقة ما عاد هذهك اللي في بالي المهم الكيان المهم الأمر الثاني بالنسبة لنا هناك قوانين يتمنع على الأجنبي المشاركة في هذا الأمر سأكل سؤال 22 طلعتين ووقفتين انما قدام السفارة الأمريكية لما صار اقتصاب قدس بالكامل ياه سيأ非常 با natives فدي استنلا 풀اتي سيأعلنا سيأتى انا شخصيا.. من الناس اللي يتشاركوا العمل حقوقيا.. لكن لن أتحدث عن مشاركة في أمور تعنيف الدولي أهم من تعنيف سؤالي واضح سأسهم من متى اسمحوا لي؟ من متى كان في اعتصام يراقب من يدخل ومن يخرج من هذا الاعتصام وبنحاسب على الجنسية؟ سيد العزيز سيد العزيز أريد أجابك على هذا أحلي العالمي أريد أجابك على هذا لما تكون الأمر يختص بشيء أردني والقوانين الأردنية تمنع ولا أنا لغاية الآن أقول لماذا الحكومة لم تتصرفت كما تتصرف مع الناس الثانيين؟ لما يجيك واحد أجنب يوقف في هذا الأمر أنا مش عامل هنا إشي خاص عالمي إحنا قاعدين نقول نساء أردنيات خواتنا بناتنا ليش الآن ينطلع ينحكي معاً في هذا الأمر وإنت تشاركي المفروض هاي تتحول على الناس أعكيد أخير أستاذ فاتن هيك القانون بحكي واضح سيد يوسف فاتن هلا هاي قضية بتهم كل إمرأة وكل رجل حر يعني بتهمنا كل إياتنا فإذا نزلت إمرأة أجنبي أنا ما بعرف من الله ما أخذت الباسبورت تبعها ولا أخذت هويتها على الباب إحنا نظمنا لوقفة وعملنا دعوة عامة ولكل استجاب لأنه في قضية إنسانية موسيقى موسيقى إشتركوا في القناة